موضوعنا اليوم رح يكون عان عطر من فرنك اوليفيه او دباسيون من مرحبا ازيئي اهلا و سهلا فيكونا عالشانل فراجرنس هوليك ليبانون بيروت فراجرنس باشن اه متل ما بحب اقولكم اطول اللي بحب المواضيع اللي عم نحكيها اه بليز بتمنى عليها يعمل سبسكرايب وينضام للشانل اليوم العطر اه متل ما قلنا هو عطر من شركة فرانك اوليفيه هي شركة فرنسية تصنع عطور اه العطر هو او دباسيون من اوكي هيدا الانينة اه هيدا العطر نزل ع السوق سنة الالفان وثمانه اه هو بتركيز او دو تولات اي دي تي والانينة تجي خمسة وسبعين ملي اه بالنسبة للبرزنتيشن هيدا البرزنتيشن اه قلبي سامل سيمبل بوكس بيضة لايه رسمة هوني شي متل الوردة او او ورقة اه لون ازرق ع ابيض هون علامة فرانك اوليفيه قلبي بيضة هوني الباتش كود والبار كود هوني معلومات عن البراند اوكي من جوه العلبي عادة اه اللامة المحل تثبت فيها الانينة اه هيدا بالنسبة للعلبي اه الانينة اه نفس الشي نفس الديزاين هوني ورقة او وردة او شي محفورة بالعزاز من لون الازرق قطة بلاستيك اه تشيب كتير خفيف اوكي هوني مكتوب فرانك اوليفيه باتش كود والمعلومات هوني هوني مكتوب او دو باسيون او دو باسيون من فرانك اوليفيه اوكي السبراير سيلفر اوكي السبراير ما نعطي الحلو وازع مزبوط اوكي هادي بالنسبة 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 للعطر بحد ذاته هلا رح نحكي عن النوتات الموجودة بها العطر وكمان رح نقارنو مع عطر تاني من شركة شانال هلا رح نكتشفه سوا بالنسبة للعطر لان نذكر الافتتاحية افتتاحية حمضيات كوكتيل حمضيات عندنا البرجاموت عندنا الليمون عندنا الماندارين وممكن الباينابل يعني الاناناس بس الاناناس بوضعه الاخضر بعد مستوى فيها الحدية افتتاحية حد كتير وفيها كمان نفحة نعنع منت الوسط العطري هادي الافتتاحية بعد عشر دقايق بتروح بس اول شي هيك تحسوها شوية قاسية وسانتاتيك هاك صناعية بالنسبة هون رشش القاعدة العطرية هون صارت لها فترة يعني اكتر من ساعتين ها ايدي عنا الجيرانيوم ابرة الراعي اللافندر الخزامة القصعين وعنا نوع من البهارات اللي هو كبش القرنفول الكلوفز والقاعدة العطرية في عنا تحلب السنديين الاوكموس العنبر والمسك اوكي فهيدي نوتات طبعا الاودوباسيومات هلا بنا نقرنا هن كل العالم بتقول انه هي شبيهة لعطر من شانال هو هو هدا العطر اوكي انا عندي الاصدار القديم وعندي الاصدار الجديد الفرق انه هايدي اصدار القديم ادائه احسن شوية صغيرة من هيدا الاصدار مش بكتير يعني في شوية فرق بالاداء شي لا يذكر بالنسبة للثلاثين هم افتتاحية غير كليا عن الاودوباسيوم هم الافتتاحية عنا اللافندر الخوزامة ومعها زهور بيضة يعني مثل النيرولي مثل عنا شي اسمه هي نبتة خضرة هيك اسمها والياسمين والنيرولي يعني زهور بيضة مع الخوزامة كافتي التاحية ما فيها حمضية ابدا وجه الشبه ببلش يبين معنا من الوسط العطري لحديد القاعدة العطرية الوسط بتبين عنا الجيرانيوم عنا السيج اللافندر بضل بتكفي بتكفي بكل خلال فترة العطر كله بيرجع عنا بالقاعدة العطرية الاوكموس والفاتيفر والعنبر فتقريبا عنا ابداعا من الوسط العطري للقاعدة العطرية عنا ست مكونات مشتركة بين الاودوباسيون والشانال بلاتينوم ايجويست اه بعد ما نستعمل اودوباسيون تقريبا بعشرة دقايق لربع ساعة بتصيري حطة تقريبا كتير قريبة للأيجويست بلاتينوم بنسبة 80-85% اوكي فهيدي واجه التشابه بين الاتنات خلع بالنسبة للاصدار طبع الاودوباسيون اه متل ما قلنا هي اصدار 2008 سنة 2008 عام 2008 بينما اه شانال بلاتينوم ايجويست اه تم اصدارها سنة 1993 شوفوا قدها في فرق بالسنين اه بالنسبة للسعر اه هون عنا سعرها بين 18 للعشرين اتنينة وعشرين دولار كحد اقصى اه لاتينوم ايجويست ميت دولار مية وعشر دولار وسعرها هنحكي شانال اوكي اه الاداء اودوباسيون اه اداءة انا فجعني صراحة اداءة كتير منيح وفواحانها اللي هو اقوى من الاداء فيها فواحان مميز اه فواحان يعني بتعبى بتاعة كتير لبعيد وعنى بقولوا روم فلر يعني المحل ما بترشو بتعبى الاولى اه بتنسبة للأداء عندي ست ساعات لسبع ساعات ضيان وعطول عطول فيها فواحان اه كل ما تعملوا حركة اه بتعطي فواحان بنضلوا تشموها حالكم وغيركم بلاحظة وبيسألكم عنها انو شو حطين بارشان ادماء فيها فواحان انا فجعتني به هالموضوع ما كنت اه ما كنت منتوقع اه بتعطي هيك فواحان وهيك اداء بالنسبة لسعرها كتير منيحة اه بالنسبة للفصول اه اكيد ربيع و اه ربيع وصيف وخريف ممكن ازا كان خريف هيك شوية تعس حلو وفي هيك شوية اه شامس وحرارة كمانة مثل الربيع تقريبا وحتى بالشتة ازا نستعمالها كمانة ممكن تمشي بالشتة بس انو اه انا افضل بالشتة العطور السويت والدافي اكتر بس انو كمانة بتمشي بالشتة يعني اه بتقطع اه اه كما بقولوا معمودية البرد اه بتقطع يعني اه اه اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو وعجبكم الفيديو اه هلأ اه رح كفل فيديو باللغة الانجليزية رح نحكي بالنفس المعلومات بس باللغة الانجليزية اللي بحبي تبعنا باللغة الانجليزية اه بحبيają بحبي ينزل اه اوت وأكي اول اه 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 white box here it has the same logo as the bottle okay here the Frank Olivier symbol batch code and barcode and some brand information very simple white box the bottle also is simple the cap is very light very cheap cap okay here you have the same logo the blue one and here the batch code and some brand information okay and here it's written Audepassion man Frank Olivier okay here also on the top it's engraved Frank Olivier the sprayer is silver and it sprays very good okay so this perfume was released in 2008 and it's Audet Ouellette 75 ml okay now let's talk about the perfume and the notes breakdown the opening it's a citrus combo and mint we have bergamot lemon and mandarin orange and maybe pineapple but green pineapple not not the sweet pineapple the sharp the sharp pineapple okay the opening will last around 10-15 minutes maximum and then we will enter the middle notes geranium sage vetiver and cloves and lavender okay the kind of fresh lavender the base notes are amber oak moss and musk so these are the notes breakdown if you search on the internet they say that Frank Olivier or the passion man is similar to or it's a clone of Chanel Egoist Platinum okay I have the old formulation and the latest one okay they say that they are similar of course but in the opening I don't think they they are similar okay here the opening is lavender and white florals like jasmine like generally and the lavender is a little bit powdery okay the similarities between these two stars and the middle notes because they share the lavender still goes 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 on all the way through the perfume but the geranium and the sage the middle notes they give the similarities the oak moss the vetiver and the amber so we have six notes that are in common between these two and all the passion after 15 minutes turns to become like Chanel Platinum Egoist but of course the quality here we have quality here it's a little bit synthetic especially the opening it's a bit harsh but the dry down is great and very similar to Egoist Platinum Egoist okay price-wise this Chanel Egoist will cost you a hundred dollars this one between 18 maximum 22 dollars okay for the performance of course if you have the old formulation of Egoist it performs a little bit better than the new one but this one I was surprised with the performance it will give you six to seven hours longevity and the projection is it's a room filler I was surprised by the projection everyone around will notice this perfume because it's it will project all the way all day long and you will you will smell it every time you move you will you will smell the perfume seasons for the passion man of course it's spring and summer it's a fresh perfume but if you if you like it you can use it all year around in fall and winter also for me I prefer for the winter I prefer the the sweet and dark fragrances but this one can make it through the winter and cut through the cold so try this one if you find it it's a bank for the buck and it's similar to Chanel Egoist Platinum around 80 to 85 percent similar I hope you like the video don't forget to subscribe and see you soon